خبر آخر قشف يمكن خبير الانتقالات الشهيرة فابريزان ورومانو أن نادي تشيلسي مازال مصمم على التعاقد مع أوباما يونج مهاجم برشلونة في ألماركات الصيفي الحالي وحيبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع برشلونة وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر سيجدد تشيلسي اتصالاته مع برشلونة مرة أخرى من خلال وسطة اليوم طبعا التواصل مع أوباما يونج يعني زي ما بقول لحضراتكم كمان على مستوى الانتقالات لسه مشتعلة بشكل كبير جدا والخطوات الأخيرة لألماركات والصيفي بتشهد صراع ما بين الأندية الكبيرة نادي طبعا الكاتلوني بالنسبة لأوباما يونج يعني حابب يبيعه لأن برشلونة عنده مشكلة كمان في قيد جوليس كونديا المدافع الفرنسي ومن الوارد طبعا أنه يبيع أوباما يونج اللي يحصل على إيراد مالي وهو فعلا عنده وعنده مشكلة وأزمة مالية ترجمة نانسي قنقر